اشتركوا في القناة نحن ندخلون السنة الثالثة على مرحلة جديدة و ممكن نسميها مرحلة العيادة او بطريقة اوضح مرحلة البيشن او المرضى كثير منكو خايفين ازاي هتعامل مع المريض هيبقى قدامك انسان منك ليه مفيش اي حد ما بينكو انت ازاي تتعامل معي الموضوع ابسط مما تخير الموضوع مش هيكون ان انت متساب انت لوحده خالص محدش هيوجهك لا هيكون فيه توجيه و هيكون فيه حاجات تقدر تعملها تعرف تتعامل معاك و ان شاء الله نقدر نحاول من الفيديو ده ان احنا نبسط الموضوع عايزين نبتدي نتكلم رقم واحد ازاي نجيب الفيشن موضوع زي ده ممكن يكون بيقرق ناس كتير و مش عارفين ازاي هيتصرفه و ازاي هجيبه مرضى ان شاء الله الموضوع هيكون بسيط بس ننظم نفسنا شوية فيه رقم واحد انت تقدر تجيب مريض عن طريق القسم زي نفسه يعني فيه عيادات انتو هتدخلوها هيكون فيه كل عيادة بيبقى ليها استراحة للمرضى بيطلعوا على العيادة دي فيه دادات او عمال بيكون وقفين بينظموا حركة المرضى لدخلهم العيادة و هتلاقوم بيدخلوا لكم على طول المرضى بحيث ان انت بتجهز الكرسي بتاعك و بترح تأخى التذكارى من الدادة في العيادة دي تقوم بدخل analogى لك المرضى على او او اكثر شيوعا ان انت بيتجيب المريض كان لغاية ما حصل عملية النظمية اكثر ان شاء الله و ان كمorganية تقدر توفر الموضوعuman وان موجود لكل دكتور انت بتطلع مجرد تجاه زعادتك تشczywiście الكم مريض موجود عندك. بس مبدئين خلينا نتكلم برضو هتعرف تتصرف ازاي لو ملاقيتش حاجة زي كده. طيب. اول حاجة ان تتفيد منها انا بقولكو ان العيادة بتتكون من ايه? العيادة بيكون فيها بابين. باب للدكاترة اللي بتخش منه. وفيه باب تاني جانبي ده بيكون للمرضى. طيب. باب المرضى الجانبي ده بيكون ليه زي غرفة برا او استراحة دي استراحة للمرضى. لكل قصر. سواء عيادة الاوبراتف. عيادة التركيبات. عيادة العلاج الجزور. يعني الكل عيادة لها الاستراحة بتاعتها ببس. فكل عيادة لها بابين. طيب. البداية لما نتكلم انت ازاي عطار اخ تجيب المريض انت اول حاجة بتبتديها خطوة رقم واحد. بتروح على الاستراحة دي. بتحاول تروح في الاستراحة دي يكون معاك ادوات الكشف. ادوات الكشف ان احنا اتكلمنا عنها قبل كده. الا وهي. ميرور برو. ويكون معاك زيادة دلوقتي كطن. قطعة من الكطن عشان تعرف تعمل بها درانيسكواش وتعمل دياجنوز كويس للحال. تمام? اا يكون معاك كزا بير من الجلوبز يكون في البلط بتاعك. وتقدر ان انت تتحرك في الاستراحة دي. طبعا مش منطقي ومس صح ان انت تعمل تشخيص على الواقف. التشخيص يجب على الكرسي. لكن خلي انا عايز اكون معاكم الفيديو ده اكون واقعي اكتر ما انا بكون باقول لكم يعني الصح ايه يعني احنا عايزين نكون واقعين ان احنا ازاي نعرف نجيب مريض فانت ممكن كالاتي مسلا احنا افطاره بناخد مثال اه عشان نعرف متمكلي لانه هو عادة الاوبرا اعادة الحاشو. طيب انا دلوقتي بحتاج حالات معينة حالات اللي هي الحالات البسيطة القلاس 1 كيريز تمام ااااااااااا بتكون في حالات كم من الحالات موجودة طالعين وااخدين تحويل من عادة الكشف تحت كتب لهم انهم محتاجين يعملوا حشو. بس مش مكتوب لهم يعملوا حشو ايه؟ حشو وخلاص يعني الكلاز ايه مش مكتوب التصنيف هل الحالة دي تنفع لسنة تالتة او لسنة ربعة او الامتياز او المستر مش بيكون مكتوب فلالاسف المريض بياخد التذكرة ويطلع فوق عيادة الحشو ويبتدي بعد كده يشوف مين هيشتغله الحال فانت بتطلع العيادة عيادتك اول حاجة بتعملها ان انت بتجاهز اليونت لو العيادة بتاعتك مثلا بتبدأ من الساعة 12 فانت لازم تكون من 11 ونص في العيادة لو عيادتك تبدأ من 10 بتكون من 9 ونص لازم تكون متواجد قبل العيادة ما تبتدي بنص ساعة ايه اللي بيمطلوب منك تعمله اول حاجة ان انت بتجاهز عيادتك وبتعمل انفكشن كنترول المطلوب للعيادة وبتبتدي تحط على البراكت تابل بتاعتك الدياجنوستيك سيتس اللي هي ادوات الكشف جلابز ماسك والنبكن بتاعتك بس حاول ما تحطش البوكس بتاعك لان البوكس بتاعك هيكون فيه حاجات غالية ممكن تتسرق لازم تخافه من السرق فيه كامم كبير من المرضى بيخشوا العيادات فانت ما تضمنش يعني ممكن انت بتتلفت لقي حاجات بتتسرق طبعا الموضوع مش عايز اخوفكم منه جامد مش مش مرعب لكن تكون محرس على حاجتك ما تحجزت بحاجات سميلة احجز بحاجات خفيفة اللي قدر الله ضوعت حد طلبة واخدها اصل اي مشكلة ما تبقاش فيه مشاكل هتحصل طيب بعد ما حجزت العيادة بتبتدي تتوجه للاستراحة دي وتبتدي تشوف اا اما بمساعد الدكتور امتياز او انت بنفسك بتحاول تشوف مين فيهم عايز يحشي بتحاول تتخلي المريد يفتح بقه وب وبتشوف ااا بتحاول تشوف ان كارث بسيط تلاقي موجود خلاص انت طبعا مش متأكد مية في مية هال الحالة دي تنفعك او ما تنفعكش بس من مجرد مانت تلاقي حالة شكية انها ممكن تنفعك او دكتورز اكبر منك زميلك ساعدك او دكاترة من دكاترة اليمتياز الموجودين ساعدوك وقالولك ان الحالة دي اوقيلس وان ممكن تشتغلها بتاخد المريج بتاعك وبعد كده بتخش على اليونت اللي انت حاجزها وبتقوم رايح الدكتور النائب معاك في القسم وتقوله ان انا ج تعملي دياجنوز الدكتور بيطلب منك ان انت تكون مجهز الليون بتاعتك مجهز اداوات الكشف انت هتقوم ايلي مجهز حاجاتي فهيجي معك هيجي يبص على الحالة هيشوف لو الحالة مناسبة اللي انت تشتغلها هيقول لك خلاص دي اندكيتد ليك يا دكتور فبالتالي تقوم بادئ بعد كده في الخطوات التانية هنتكلم عنها لو الحالة انت اندكيتد هتضطر ان انت تحاول تدور بطريقة تانية لو في الاستراحة بتاعت المرضى ملق ناش بيشن ممكن ندور فين تانية في طرق تانية ممكن تنزل تحت في عيادة الكشف عيادة الكشف ذات نفسها لعيادة الدياجنوز اه بتكون العيادة دي بتكون ممكن كتير منكم شفها بيكون في تجمع مرضى بياخده تذاكر والتذاكر دي بقى بيخش على عيادة على طول عيادة الكشف تمام بتكون تحت في الضر الارض بتخش عيادة الكشف دي وممكن من خلالها ان انت لو تعرف دكتور امتياز تعرف دكتور في سنة ربعة يحاول يساعدك ان انت برضو يجيب لك بيشن ترتقل يقول لك تاخد الحالة من مصدر وتطلع به فوق على الايادة ونفس الفكرة توريه للدكتور النايب اللي معاك وتخليه شوف لك الحالة تبقى انديجيت لك ولا مش انديجيت طيب طبعا برضو انا عايزة يعني اتكلم ولولي ان ده الموضوع اكيد ما فيهوش نظام ان انت تخش في عيادة الكشف وان مش منطقي ان لو كل واحد عمل كده يبقى لنا بنكشف في الشارع ده مش شيء صح بس احنا بنحاول نواكب الموضوع عارف ينظم الموضوع وعارف ينظم في عيادة استراحة المرضى يقسم الحالات يقول الحالات دي سنة تالتة الحالات دي سنة ربعة الحالات دي امتياز ده هيكون افضل لكن انا بتكلم لو ده ما نفعش فانت مش منطقي برضو ان انت مش هتشتغل وهتفضل كل عيادة كده مش طرف تشتغل لأ فان انت تحاول ان انت من عيادة الكشف تقدر برضو تجيب مريض بالصدفة انت ممكن بالصدفة الكلية مليانة مرضى يمكن قبل كده السنين اللي فاتت ما كنتوش بتاخدوا بالكم منهم قوي او مش في اهتمامكو لكن السنة دي انت هتلاقي طول الوقت واحد عايز اخلع يا دكتور عايز احشي يا دكتور فممكن ببساطة لو انت لقيت الحالة ممكنة وادوات الكشف بتاعتك في ايديك ومعاك الجوانتي على الاقل مش شرط حتى الميرر والبروب ممكن على الاقل خطعة من الكطر والجوانتي بتاعك تمام وده هيعتبر كشف مبدئي جدا 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 ان انت تطلع به وتعمل الكشف الصحة فوق في العيادة طيب هل في اماكن تانية تقدر تجيب منها اه في دواير تانية تقدر تجيب منها اه بامكانك ان انت يكون ليك معارف اكبر منك دكتور زمالك اكبر منك دول هيقدر يفيدوك اه كتير جدا ممكن يكون دكتور في سنة رابعة بيشتغل حالة تركيبات في نفس المريض اللي بيشتغل في حالة التركيبات هو في حالة حشو هو مش محتاجها هو بيشتغل تركيبات بس طب الدكتور ده ممكن يفيدك طيب تعالوا نحاول نستفيد من موضوع ده اكتر لو في ناس ما لهاش علاقات كويسة في الكلية وعايزين نستفيد من موضوع ده في فكرة لذيزة جدا ممكن ان شاء الله بتعالنا اتحاد الطلاب هنعملها على الجروبات بتاعتنا وان احنا نعمل بنك من الباشنط يعني لو فرضنا على الجروب كله طب الفم والاسنان ممكن نعمل بنك من المرضى بمعنى ان كل دكتور سواء دكتور في سنة تالتة سواء دكتور في سنة رابعة سواء في امتياز او في مصر اشتغل حالة معينة ولان نفس المريض ده محتاج يعمل حاجة تانية للأسف كتير من انا كان بيمشي يعني بيقول له خلاص انا عملت اللي انا عايزه وهو باي يحاول ده على دكتور تاني طب ما تعالوا نساعد بعض انا ممكن اكون عندي حالة تانية انا كمان ومش محتاج اعمل الحالة دي انا وقف في اقصاد انا مريض تركي وانا مش عايزه وانا عايز اعمل حسن طيب ما تيجي ان احنا نعمل بنك من الباشنن بحس ان كل واحد لأ ان معي مريض زايت او ما خلاصه ده هو عايزه وفي حاجات تانية محتاج يعملها يكتب بيقول يا جماعة في مريض بالتشخيص الفلاني ومحتاج دكتور مثلا سنة تالتة او سنة رابعة ان هو هيشتغله ويكتب رقم تليفونه الموضوع ده احنا كنا عملناه لفترة وكان ناجح جدا ونتمنى ان شاء الله ان هو يتكرر وهيؤدي ان شاء الله نتائج جميلة جدا في الاسور على المرضى طيب فيه طرق تانية طبعا فيه طرق ان انت ممكن تكون مرضى خارج الكلية بس منصحش ان انتو من دايرة معاربك ان انتو تبتدوا تجيبوا حد من خارج الكلية حد هيقول لي ايو عشان ما تعلمش فيه لأ انت ما بتتعلمش في المريض بتاعك المريض اللي انت تشتغل عليه انت مش بتتعلم فيه انت متعلم جاهز ومش هتخش عليه مرة واح انت في حاجات اكتر هتتعلم عشان تخش عليه وتضعف تشتغل وتتمنج المريض بتاعك كويس لكن الفكرة من كده ان انت ممكن تكون سخدك في نفسك مش قوية فثقتك في نفسك اللي مش قوية ممكن ما تظهرها يعني المريض اللي انت هتشتغله في الاصر العيني لو ظهرت ليه مفيش يعني مفيش مشكلة مش هيشوفك تاني بعد كده لكن لو جبت حد من دايرت معارفك وشافك مهزوز شافك مش واسق شافك بتسأل كل شوية ودي من الحاجات اللي هنتكلم عنها انت ازاي تتعامل مع المريض انت لازم هتسأل كل شوية فهو ممكن يبتدي ياخد عنك فكرة ان انت لا ده لسه بتتعلم وبال ما يبتدي يقلل الفكرة دي منه هممكن تصادف مشاكل معك فانصحكم ان انتو تحاولوا لازم تقدروا ما تاخدوش حد من دايرة المعارف القريبة ليه لكن لو تعرفوا ناس من معارف من بعيد ممكن ان انتو تحاولوا تساعدوهم وتشتغلو لهم لكن نأكد على معلومة احنا مش بنتعلم على مرضى بس بقصص ومبادئ معينة لو عارفنا نطبقها احنا فعلا مش بنتعلم عليهم ونقدر نديهم ادمياتهم اللي يستحقوا احنا هنحاول نستفيد بان احنا الحمدلله في رزق عندنا ان احنا عندنا خبرة كبيرة ونشتغل كم هيل من المرضى بس في نفس ذات الوقت لازم نديهم ادمياتهم تمام والادمية دي للاسف يعني مش اقول لكم ان في قوانين بتحكمها عليكم لكن انتو اللي بتحكمها بنفسكم ودي تختلف من واحد لاخر قبل ما بتتكلم معاكو عن المريض والمانجمينت بتاعه اخر حاجة ممكن اقول لكم انتو ممكن تجيبوا تاني من البيت اكيد سمعتوا عنهم فكرة بدول البيت بفلوس طبعا دول مش موجودين عندنا في كل الاقصال او يمكن يكون موجودين في قسم واحد او قسم التركيبات المتحركة البروسيز دول قصتهم سريعا ان دول الناس كانوا جايين يعملوا تركيبات من زمن بعيد وبعد ما عملوا التركيبة لقوا ان المرضى بتوع التركيبات المتحركة ان هما بيكونوا كمبليت دول مش متوفرين فلا ان هو ممكن يعملوه كنوع من انواع الشغل ان هو يجي بالاجارة تشتغل حالة المرة الواحدة مثلا بسي ثمن معين وبتدهوله طيب انا مقدرش اقول لكم بلاش البيتشان دول خالص اكيد يوفضل ان انت متشتغلش بالطريقة دي لكن الريكوائر متل وشلوه منكم بتبقى كثيرة انا عايز اقول لك ان انت دور دور على حاول تدور بنفس الطرق اللي قلنا عليها حتى لو من دايرة معالف بره مكيش مشكله بقى في حد حتة الكمبليت دينش رزيب الزيت تمام فانت هتحاول تدور لكن مش منطقي ان انت برضو تفضل تدور انتو تقريبا دفعتكم انتو تصل لخمسمائة واحد مش منطقي ان الخمسمائة فضله يدورو فبالتالي هتلاقوا عدد كبير جدا مش هيلاقي ومش عارف يشتغل وممكن يحبط لا دور بس وانت بتدور اشتغل مع بيشنت بيت مفيش مشكله تشتغل بيه حتى لو اشتغلت مع واحد بس عشان تبتدي تشتغل وتحس بطمئنان فاول السنة انت بتددي تشتغل في الركارون بتاعتك وفي خلال ما انت بتشتغله دور على بيشنت بيت طيب لكن مفيش اي قسم تاني في بيشنت بيت هو ده بس القسم الوحيد وده يرجع لعدم توفر قسرتهم البيشنت الكمبيلت دينش رزيب الزيت ترجمة نانسي قنقر